التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر مصري رفيع المستوى اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن الثاني ووفد من حماس برئاسة خليل الحية وأوضح المصدر رفيع المستوى أن المباحثات اتسمت بالجدية وأنها تشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة أكدت حركة حماس تجاوبها مع جهود الوسطى وترحيبها باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة وأكدت الحركة رفضها أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة مؤكدة أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي وأوضحت حماس أنها مستعدة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن وما تم التوافق عليه سابقا أعلنت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين أنروا عن مقتل ستة من موظفيها في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات وسط قطاع غزة وفي مدينة غزة استشد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلي على حي الدرج شرق المدينة وفي جنوب المدينة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على حي الزيتون هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظة طوباص بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المدينة من جميع مداخلها وتفرض حظرا للتجول عليها منذ حوالي ثلاثين ساعة وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال ما زالت تنتشر بكثافة في أحياء المدينة وهناك انتشار كبير للقناصة ووحدات المشاة إضافة إلى تحويل عدد من العمارات إلى ثكنات عسكرية وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء براء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة قرب مدينة طول كرم دخلت احتجاجات مناهضة لحرب غزة خارج معرض للدفاع في أستراليا يومها الثاني بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين تسببت في إصابة العديد من قوات الأمن وصار المتظاهرون في شوارع مدينة ميلبورن حيث يقام معرض الدفاع الدولي للقوات البرية بينما أقامت الشرطة حواجز جديدة لمنع دخول الحشد إلى الطرق القيبة من مقر استضافة المعرض واعتقلت الشرطة العشرات في اليوم الأول لتظاهرات بينما استخدمت طلقات الإسفنج والقنابل الصوتية لتفريق الحشد حيث ألقى بعض المتظاهرين الحجارة والزجاجات على الشرطة واحتج نحو 1500 شخص خارج المعرض حيث ردد العديد منهم شعارات مؤيدة لفلسطين عبر مكبرات الصوت ولوحوا بأعلمها أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالي أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى ومن جانبها أعلنت السلطات اليابانية سقوط صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية في بحر اليابان مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ الذي أطلقته بيونج يام اشتركوا في القناة